التعاقد مع زيزو لمدة 3 سنوات مع إلغاء بند الشرط الجزائي وأنا بعتبر أن زيزو أهم صفقة أعمالها نادي زمالك هذا الموسم زيزو يعتبر صفقة جديدة كان من الموجن جدا جدا أنه زيزو يطير ويروح ويسافر لكن اللي أنا متأكد منه أنا كنت على تواصل أجماعة مع زيزو يعني كان كل ناس كل مصر بتتكلم زيزو دايما كان على تواصل معي على الواتس أب ودايما كانت رغبته المؤكدة وكنت مع تواصل مع المستشار المرتضى منصور وهو شخصيا قال لي هذا الكلام أنا مش هسيب زيزو وزيزو هيفضل معي طبعا كان معظم الإعلامين في داقة الوقت بيقولك زيزو ميشي زيزو رحل أنا الجامد أنا اللي ما فيه زي اتنين في البلد أنا لطعب الانفراد أنا زيزو خلاص زيزو فريان صباح الفل عليكم زيزو طار زيزو ميشي زيزو هياخد فلوس كتيرة زيزو مش هيقعد اشرب كلام بقى اللي عتو عارفين بتاع الناس دا فجأة الإعلامين حصل لهم شاك كده اتخضوا كده وفجأة دخل مش هالموتوضى منصور واكد على ان زيزو جدد ووالد زيزو دخل وبتاعه خلاص زيزو قعد فطبعا الإعلامين دول بي ممديقين جدا لانه في النهاية طلوا عشكلهم وحش فهيعملوا ايه فابتدوا يلعبوا على حاجة تانية بقى يقولك ايه طب هو يا طرى زيزو خد كام عشان يقعد يا ولا يعني دول بقى زيزو خد كام طيب في النهاية زيزو اغلى لعب في مصر زيزو جمهور الزمالك مايفرقش معاه زيزو خد كام او ماخدش كام لكن زيزو كلاعب كان معروض عليه كام بره كان معروض عليه كام بره 65 مليون جنيه في السنة 65 مليون جنيه في السنة زيزو يوم اضربه هياخد كام مش هياخد نص الفلوس دي وفي النهاية يعني زيزو ضحى زيزو ضحى تضحية كبيرة بفلوس كتيرة جدا على مدار 3 سنين هتلاقوا المبالغ فرق المبالغ كبير جدا 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 زيزو اشترى ناتزة مالك وناتزة مالك اشترى زيزو لان ناتزة مالك مفتوح برئاسة مشار موتادة منصور مش عشان نكسب فلوس عشان يبسط الناس ملايين من الناس بتنبسط ملعبتها المهمة والمخلصة والمحترفة بمعنى كلمة تفضل في الفرقة فشكرا لرئيس ناتزة مالك شكرا لمجلس الإدارة شكرا لوالد زيزو شكرا لزيزو الحمد لله حافظنا على لعبنا واحد من اللعيبة المهمة جدا جدا وانكم تفاكرين هنا في القناة عمرنا ما بنجدب عليكم في القناة هنا من شهر طلعت قلت لكم وعملت فكرة عن زيزو وانا بتمنى ان المجلس الدارة يقعد مع زيزو ويخلص الموضوع كان وقت الدوري ساعتها وكن الدنيا مولعة الحمد لله زيزو موجود